رئيس الوزراء يعلن قرب الانتهاء من إعداد برنامج عمل الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان في بيان مشترك مصر والأردن والعراق تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بالمنطقة وتحذر من خطورة استمرار التصعيد جنوب لبنان يأنه من الغارات الإسرائيلية المتواصلة وحزب الله يتوعد بالرد ويستهدف مقر للموساد بتل أبيبة الثالثة مساء بتوقيت القغيرة الثانية عشوطها بتوقيت جرين الشر نشاطة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحباً بكم أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أنه جال الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من مختلف الوزارات بهدف إرسالها للبرلمان جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والسرع وذلك ما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي فعلى صعيد شأن داخلي جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تصهم في النهود بهذا القطاع الحيوي إلى جانب العمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات استغلالا للفرص الاستثمارية الوعدة على أرض مصر ما يسهم في تحقيق مزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي والتي من بينها زيادة معدلات النمو والارتقاء بحجم الصادرات المصرية زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات في إطار جولته لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وخلال جولته بالمدرسة تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد فصول مرحلة رياض الأطفال كما تفقد العادة الصحية بالمدرسة للتأكد من مدى جهزياتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات وفور وصوله أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لعدد من المدارس تأتي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم لسيما مرحلة التعليم قبل الجامعي وموصلة السعي الجد للنهوض بمنظومة التعليم وتطوير جميع محاورها خاصة العنصر البشري من خلال دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية وعقب انتهاء جولته التي بدأها بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مفاجئة لمدرسة محمد بتولي الشعراوي الإعدادية بنين لمتابعة سير انتظام الدراسة بها وخلال التفاقده للمدرسة للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية تعرف رئيس الوزراء من الطلاب عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة وكثافة الفصول ومدى اهتمام المدرسة بتقديم الأنشطة الرياضية وممارستهم لتلقى الأنشطة في الحصص المخصصة لهم حيث أكد الطلاب أنهم يستقبلون العام الدراسي بكل جدية وحرص على الحضور وطلق الدروس التعليمية مشيرين إلى سعادتهم بالتقليل كثافة الفصول وحرص إدارة المدرسة على الاهتمام بوافر الوسائل التعليمية شاهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد السقرة شاهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفاع 166 من كلية الضباط الأحتياطي وقام الفريق أول عبد المجيد السقرة بتقليد أوائل الخارجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية والذي صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة بالكلية شاهد الفريق أول عبد المجيد السقرة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفع 166 من كلية الضباط الأحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نسوحي وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الأحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية تبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح وعرض عدد من الابتكارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة الكلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط لإحتياط نتيجة التخرج أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخرجين حيث قام الفريق أول عبد المجيد سقر بتقليد أوائل الخرجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي وردد الخرجون يمين الولاء وألقى لواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط لإحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية مؤكداً أن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته وأن الضباط الاختياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها مما يفرض علينا أن نكون دائماً على أهبة الاستعداد والجاهزية ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خفاقة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعاً برحب حضراتكم في المؤتمر الصحفي الإسبوعي اللي دايماً بنعمله عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي والحقيقة يمكن هذا الإسبوع حضراتكم واسمحوا لي أننا نبدأ بالشأن الداخل الخارجي في البداية وأكيد حضراتكم تابعتوا التطورات المؤسفة اللي حصلت في اتساع دائرة الصراع في خلال هذا الإسبوع والتطور الصراع في لبنان والنهاردة طبعاً الأعمال القتالية اللي بدأت في لبنان على مدار الأيام السابقة وطبعاً حضراتكم إذا كنتوا تتذكروا ما قلتوا قبل كده أن احنا يعني بنعيش فترة شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية لم تشهدها المنطقة ولا العالم بدون مبالغة منذ عشرات السنين والتخوف أن هذه الظروف الاستثنائية أن يعني تتصاعد وأنها تبدأ تدخل وتتاسع وتدخل فيها أطراف أخرى وللأسف ده اللي احنا بنواجهه النهاردة وشايفين حضراتكم دائرة الصراع ابتدت تتاسع لتشمل منطقة لبنان وبتدينا نسمع أن بعض الفصائل اللي موجودة في دول أخرى زي العراق وسوريا يعني من الممكن أنها تدخل أيضاً في الصراع ودل مصر من أول يوم في موضوع وأزمة غزة حذرت منه وقالت أن هذا الموضوع من الممكن أن يجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية كبيرة جداً وأن احنا نشهد حرب إقليمية وساعة النطاق وبالتالي يمكن أنا حابب أن أذكر هذا الكلام لحضراتكم ولكل المصريين أن احنا النهاردة طبعاً بتأكيد مصر ضد هذا الإجراء اللي بيتم النهاردة والاعتداء اللي بيحصل على لبنان وبالتأكيد إحنا ضد أي عنف بيحصل واستهداف للمدنيين وأهلينا في هذه المناطق ولكن اللي أنا حابب أأكد عليه ولازم كلنا نعيق إن هذا الكلام برضو للأسف بيبقاله تدعياته على كل الأطراف الموجودة وكل الدول المحيطة بما فيها مصر وبالتالي طبعاً وأذكر حضراتكم إحنا كنا بنحط كحكومة سيناريوهتنا كلها على افتراض كل الاحتمالات الممكنة بما فيها الافتراض الأسوأ أن يتسع الصراع ويشمل دول أخرى أو يمتد طوله إلى فترات أطول مما إحنا كلنا كنا متوقعين وبالتالي تاني أنا بأكد إن الحكومة المصرية الحمد لله بنبذل قصارى جهدنا كل أطراف الدولة علشان يعني نأمن ونضمن الحمد لله استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية وإن مصر بتتعامل بمنتهى الاتزان والحكمة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات اللي زي ما حضراتكم شايفين كل يوم بيبقى فيه مستجد جديد وتحدي جديد في هذا الشأن وبالتالي إحنا بنتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الحكمة القيادة السياسية يعني بيتم إدارة هذا الملف بصورة كبيرة جدا الحكومة بتدير الشأن الداخلي والاحتياجات الداخلية للدولة المصرية علشان إن شاء الله يا رب تبقى دايما مصر هي واحدة الأمن والأمان والاستقرار في خضام الظروف اللي إحنا كلنا شايفينها جوه هذه المنطقة الحقيقة إن أنا حابب أبدأ طبعا إن هذا الإسبوع شاهد بداية العام الدراسي الجديد وكلنا حضراتكم تابعته الحمد لله بدأ منذ أيام والنهار ده أنا كنت حريص الحقيقة على زيارة عدد من المدارس في منطقة حي السلام في محافظة القاهرة وإن شاء الله الإسبوع القادم يعني حنتعب بقى حضراتكم حنبدأ جولتنا في المحافظات بصورة مكثفة وإن شاء الله حكون حريص في كل الجولة إن إحنا نزور عدد من المدارس اللي موجودة علشان نتأكد من انتظام الدراسة ومن انتظام المنظومة الجديدة اللي يعني كنا يعني تم إطلاقها في موضوع إعادة توزيع الطلبة الاستفادة من الفراغات الكبيرة اللي كانت موجودة في المنشآت التعليمية وما كانتش مستغلة عشان نحولها إلى فصول والحقيقة يمكن تقديراتنا إن إحنا قدرنا من خلال هذه المنظومة إن إحنا نضيف عشرات الألاف من الفصول الجديدة مع النظام اللي إحنا عملناه فالحمد لله يمكن التقديرات الأولية بتؤكد إن استقرار الحمد لله العام الدراسي النهاردة فعلا المدارس وعشان بس يعني ما يبقاش فيه مبلغة وإنما إحنا الحمد لله فعلا المتوسط الأغلب والأعام النهاردة في كل الفصول أقل من الخمسين طالب في الفصل باستثناء عدد من المدارس وفي مناطق معينة وإن شاء الله دي حنستهدفها تباعا في خلال الفترة القادمة أيضا بالألية التي ترحها السيد وزير التربية والتعليم تعاملنا مع موضوع عجز المعلمين والأمور يمكن أنا عايز أأكد عليها إحنا كدولة هذا الملف شغلنا الشاغل في خلال الفترة السابقة والفترة القادمة علشان فعلا نحقق الجودة المأمولة من المنظومة التعليمية لكل أبنائنا في هذا الموضوع الشيء المهم جدا اللي عايزين نشتغل عليه هي الفصول اللي ما قبل المرحلة الابتدائية أو اللي ما يطلق عليها فصول رياض الأطفال لأن دي مهمة قوي لأنها بتساعد في تنشئة الأطفال قبل ما يدخلوا على مرحلة التعليم الابتدائي وحنتوسع فيها برضو ببعض الآليات الغير تقليدية علشان إن شاء الله إن شاء الله نحاول برضو نعظم من الاستفادة من هذا الموضوع الحقيقة برضو على مستوى التعليم العالي ويمكن حضركم شايفين مصر بتشهد فيه طفرة جيدة جدا فيه عدد الجامعات اللي بتدخل في المنظومة سواء الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية اللي بدأت النهاردة الحمد لله عددها بتزيد وأخيرا يمكن 46 جامعة مصرية مختلفة دخلت فيه النسخة الأخيرة من تصنيف الـ Times لأهداف التنمية المستدامة العام 24 ودي كلها بتبقى مؤشرات دولية بتؤكد إن الجامعات المصرية النهاردة بدأت موجودة على يعني في الحصر وضمن التصنيف من أفضل الجامعات على مستوى العالم مازال أمامنا شهود طويل ولكن بالتأكيد الحمد لله إن إحنا على المصاري الصحيح في هذا الملف ملف التعليم سواء التعليم المقابل الجامعي أو التعليم الجامعي إن شاء الله وسنستمر وبصورة مكثفة جدا 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 في هذا الملف خلال الفترة القادمة أيضا هذا الإسبوع الحقيقي أنا كنت حريص إن إحنا يوم السبت وكان برفقة عدد من حضراتكم إن إحنا نزور أربع مصانع من كبار المصانع الكبيرة اللي تبدأت في إنتاجها اللي كانت موجودة وزودت إنتاجها في قطاع الأدوية ويمكن اتكلمنا على هذا الملف ووعدنا إن شاء الله إن قطاع الأدوية حيشهد بإذن الله إنها الأزمة اللي كانت موجودة الخانقة في هذا الشأن وإن شاء الله حتنتهي في خلال الأسبوع القليلة القادمة ولكن يمكن أنا حابب أأكد على نقطة أنا أفرتها بنفسي اليوم مع السيد وزير الصحة التجارب اللي بتبقى بتحصل إن أي مريض بيروح لدكتور الدكتور بيكتب له في الرشدة نوع معين من الأدوية أحيانا بيبقى هذا الدواء هو اللي بعينه ناقص وده بيبقى إنتاج شركة بعينها بينما الدولة موجودة في نفس التوقيت خمس ست أدوية هي هي نفس الدواء بس بإنتاج شركات أخرى وبالتالي المريض أبي يروح لصيدلية يتقال له الدواء ده مش موجود لكن بينما في نفس اللحظة الصيدلية نفسها فيها أربع وخمس أدوية أخرى نفس الدواء بالزبط بنفس التركيبة بس باسم تاني وإنتاج شركة تاني فبالتالي أنا طلبت من السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن يتم التنصيق الفوري مع نقابة الأطباء ونقابة الصيدلة أن حتى كتابة الرشدة وده دول كتيرة جدا بتعملها ما بيبقاش باسم الدواء بعينه اللي بإنتاج شركة معينة ولكن بيبقى بإنتاج الإسم التحضيرة أو التركيبة الطبية العلمية وبالتالي بيتقال له التركيبة بيروح للصيدلية بيتقلق عندنا الثلاث أدوية دول اللي بيمسلوا هذه التركيبة وبالتالي يبقى المواطن ما يدخش على دواء معين ويمجرد أنه هو ناقص عشان الشركة بتاعته بصورة أو بأخرى بظروف معينة متأخرة في إنتاجه بينما في نفس اللحظة في نفس الدواء موجود ولكن بمسمى آخر فدي الحقيقة أنا طلبت من السيد نائب رئيس الوزراء إن إحنا نتحرك بسرعة في هذا الموضوع وبالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة الصيدلة علشان نصل إلى تصور واضح وسريع عشان فعلاً النهاردة عندنا لدينا الوفرة من نفس نوع الدواء بيبقى بس من إنتاج شركات تانية بينما ممكن يكون النقص من شركة محددة بعينها ولكن برضو ده بأكد على حضراتكم في جميع الأحوال إحنا بنتابع بصورة إسبوعية موضوع ملف الدواء وإن شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم تنتهي الأزمة بالكامل في خلال الفترة القادمة بإذن الله ملف الاستثمار هو مرة أخرى كلنا شغلنا الشاغل وكل إسبوع أنا بعرض لحضراتكم إحنا بنتحرك فيه إزاي هذا الإسبوع التقينا الحقيقة مع عدد كبير جداً من الشركات اليابانية اللي جاية الحقيقة كانت في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال إدارة المياه واتكلمنا معاهم على خطط كاملة لإن شاء الله التوسع في استثمارات الشركات اليابانية في مصر في خلال الفترة القادمة الحقيقة أيضاً كنت التقيت مع وفد من مقاطعة شينك داو وشركة هاير السينية اللي حضراتكم عارفين كويس إن هذه الشركة هي أكبر شركة في العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية وكنا بنتكلم معاهم على وهم وضعوا حجر الأساس وشاهدوا السيد وزير السسمار بالأمس معاهم للمرحلة التانية المرحلة الأولى كان شرفنا في خامة الرئيس بافتتاحها مرحلة التانية حيبدأوا يكملوا منتجات كل الأجهزة المنزلية والمرحلة التالتة اللي تم الاتفاق عليها أمس وحيبدأوا بالتوازي مع المرحلة التانية في تنفيذها إنشاء أو إنتاج الوحدات التكييف المركزية العملاقة والحقيقة أنا بتكلم بعشان نخب بالنا إن مع اكتمال التلات مراحل دول اللي وعدوا الشركة إن شاء الله في فترة عام 25 تكون انتهت حتكون تجاوزة استثمارات الشركة الوحدها دي 500 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر بيضخ بألاف الفرص العمل في مصر وهو ده اللي إحنا بنستهدفه لو إحنا بنستطيع وزي ما قلت لحضراتكم نستقطب كبار الشركات العالمية وتبدأ تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق وبنستهدف إن كل شركة من دول يبقى استثماراتها من 200 ل 300 ل 500 مليون دولار نقدر نتصور إن حلم إن إحنا يبقى عندنا استثمار أجنبي مباشر في السنة بيتجاوز العشرين مليار على الأقل ونصل بصادراتنا بإذن الله زي ما وعدنا إن شاء الله على عشرين تلاتين إلى أكثر من 140 مليار دولار هذا الحلم قابل للتطبيق وهو بكل تركزنا كحكومة إزاي نفعل هذا الملف بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والإجراءات الكبيرة والسيد وزير المالية منذ أسبوعين لما وقفنا إن شاء الله حينتهي بالكامل من حزمة الإجراءات الإصلاحات الضربية على نهاية هذا الشهر عشان ناخد بيها كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن وأيضا السيد وزير الاستثمار زي ما عدتكم بإذن الله هيعرض مجموعة أخرى من الحزم الحوافز والتيسيرات اللي حنقدر إن شاء الله من خلالها نحسن أكتر وأكتر في مناخ الاستثمار في مصر بإذن الله أنا حبيت بس أقول هذه الموضوعات كلها لحضراتكم ويمكن عشان يعني ما طولش على حضراتكم هذه المرة الحقيقة يمكن أنا جات لي الحقيقة يعني تعليقات كثيرة من عديد من الفئات إنها بتسني على انتظام ودورية انعقاد المؤتمر الصحفي وطلبت إن يبقى يعني تبقى موجودة في هذا المؤتمر على بصورة يعني دورية ويمكن أنا حدي أمثلة على يعني إحنا تفكرنا إن شاء الله حنبدأ يعني يبقى بأشرف إن أنا أدعو في الاجتماعات اللي حتبقى الدورية دي كبار الكتاب الحقيقة رؤساء النقابات المهنية بعض الشخصيات الاقتصادية ورجال الاقتصاد الكبار المؤثرين بعض المؤثرين على السوشيال ميديا يعني بعد إذنكم حنبدأ يعني نبقى فيه اللقاءات إن شاء الله ندخلها مع الفئات دي لإن ده أعتقد أيضا حيثري هذه اللقاءات ونستمع لوجهات نظر أيضا من كل الفئات الموجودة في المجتمع بإذن الله فبالتالي حننظم مع أيضا المؤتمر الصحفي يبقى فيه اللقاءات الدورية دي معاهم بإذن الله ونحاول إن شاء الله حنبدأ من الإسبوع القادم بحيث يبقى أيضا بنتشرف بوجودهم معانا زي ما كنا من إسبوعين يعني كنا جبنا رؤساء التحرير للصحف وقبل كده كنا قعدنا مع كبار المقدمي البرامج الحوارية أيضا إن شاء الله حنضيف إليهم الفئات المهمة دي عشان يبقى بنشرك أكبر قدر من المجتمع معانا في كل الأفكار والأطروحات اللي إحنا بنستهدف فيها كلنا بالتأكيد تقدم ورفع بلدنا هتوقف عند هذا الشأن وأخذ من حضراتكم بعض الأسئلة أتفضل شكرا دولة الرئيس أنا محمد إبراهيم من جريدة بستور كنت أستغل أفندم الموقف اللي حصل فيه أسوان والناس يعني أنا واحد من ضمن الناس جات له رسالة بتقول إنه اختلطت مياه الشرب بمياه الصرف وأنا كمتابع بعرف كواس جدا إنه في التنفيذ الخطوط مياه الصرف بتكون أوطة بكتير من خطوط المياه فهو أمر صعب جدا أنا على المستوى الشخص عارف لكن المواطنين مش عارفين فكنت أستاذن سيادتك لو توضح الأمر كمان نستغل الموقف في إنه الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات منذ 2012 أو 2013 وسيادتك كنت على رأس هذا الملف في توفير مياه الشرب المصريين كنا قبل 2011 كان فيه صورة جراك إنه الموضوع ده انتهى تماما كان فيه مشاكل ما كانش فيه تقطيط مياه الصرف الصحي في الكرة إحنا بنستهدف وطبعا إحنا كدولة مصرية قطعت شرط كبير جدا كنت أستاذن سيادتك لو توضح للسيدة المواطنين كم أنفقت الدولة على مياه الشرب والصرف الصحي من 2012 حتى اليوم أرقام عمرها ما حصلت في تاريخ مصر شكرا يا فاند اسمحوا لي أن أنا نتكلم في هذا الملف مرة أخرى وأأكد أن الحمد لله منظومة مياه الشرب اللي موجودة في مصر الحمد لله على أعلى قدر من المأمونية والسلامة إحنا عندنا عشان حاركم تبعوا عارفين 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية النهاردة مصر نقدر نقول نسبة تخطية مياه الشرب 99% 99% يعني 99% لديهم شبكات ووصلات للمياه الشرب في منازلهم طب الباقي ده بيبقى إيه معلش أنا هقول مناطق متطرفة بعيدة جداً مناطق غير مخططة وعشوائية تبنت بيوت بعيدة فبيضطروا أحياناً أن هما يلجأوا أن هما يعمل زي ما بيقولوا البير أو المكنة اللي بيطلحها عشان يطلع مياه لكن 99% من جمهورية مصر العربية وصل لها شبكة مأمونة تماماً من مياه الشرب المحطات دي كلها بيتعمل عليها على طول يعني رقابة ومتابعة وبنشوف كل الإجراءات اللي بتحصل عليها فدي اللي أنا أحبب أن أنا أأكد عليها شبكة الصرف الصحي هي شبكة منفصلة تماماً عن شبكة مياه الشرب دي شبكة ودي شبكة وأذكر حضراتكم يعني في 2014 كان نسبة تخطيط القرى في مصر لا تزيد عن 10-12% 10-12% النهاردة احنا تجاوزنا الـ 65% والباقي إن شاء الله بإن شاء الله مع نهاية حياة كريمة هنكون نجحنا إن احنا كل الريف المصري يكون وصله خدمة الصرف الصحي فبالتالي إحنا خدنا طريق كبير والطريق مش سهل إن احنا نخلصه في فترة قصيرة ولكن اللي حصل ده كله في فترة أقل من 10 سنوات بكل المقاييس هو إنجاز كبير جداً 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 للدولة المصرية في مطلب شعبي كان كل المواطنين في كل حتة كنا بنروحها في زيارتنا كله بيقول أنا عايز خدمة صرف الصحي وما زال الـ 35% ودول ليسوا بعدد قليل بيطالب هم كمان من حقهم إن هذه الخدمة تدخل لهم فبالتالي ممكن المشاكل اللي بتحسب زي ما حضراتكم تبعته نتيجة لإن بعض القرى ممكن لسه ما فيهاش خدمة الصرف الصحي وبيحصل فيها مشكلة نتيجة لذلك ولكن النهاردة أصوام نفسها النهاردة لما حضراتكم تشوفوا الحمد لله مستوى تغطية خدمة الصرف الصحي اللي وصلت لها أكتر من مئة قرية فالنهاردة إحنا بنتكلم على كل المتبقى فيها عدد محدود بإذن الله مع نهاية قبل نهاية المرحلة التانية من حياة كريمة هتكون انتهت بالكامل وده نموذج لكل اللي بيتم على مستوى الدولة فالحتة دي بالذات أنا حابب إن أنا دايما أتكلم عليها وأؤكد يعني هذا الموضوع بترائب عليه تلات وزارات وجهات مختلفة موضوع جودة الميا وزارة الصحة وزارة الري ووزارة الإسكان طبعا جعلناها مسؤولة عن المحطات لكن الكل بيرائب وكل واحد ليه دور وكل واحد بياخد عينات وكل واحد بيطلع نتائج وبنشوفها وبنتباحها في هذا الشأن فأنا حبيت بس عشان الأمور تبقى واضحة لنا كلنا وحجم يعني محاولات التشكيك اللي بتحصل للحجم اللي الدولة عملته في هذا الأمور لازم كلنا نبقى واخدينه في عيوننا واعتبرنا لأن لن تتوقف حملات التشكيك والمحاولة يعني إثارة أن الدولة يعني متقعسة أو الدولة متأخرة وده مش صحيح وإحنا بنحاول بقدر إمكاننا وإذا حضرتكم أكيد وتابعته وحضرتك بنفسك قلت إذا بنبص على الأرقام حجم التغطية كانت قد إيه وحجم النهاردة اللي إحنا وصلنا له فترة عشر سنين مقابل ما كان يعني موجود في الدولة كلها من قبل 2014 كان قد إيه وده يبرر إن إحنا ما زلنا بنقول ما زال قدامنا في موضوع الصرف الصحي شوط لازم نخلصه ولازم نستثمر فيه ولازم نصرف عليه عشان إن شاء الله نحقق الحلم باكتمال توصيل الخدمة بالكامل لكل مواطنين مصر بإذن الله اتفضل حضرك أشهدت بالإشادة بالمؤتمر الصحفي اللي بتعمل كل أسبوع ده لإنه هو فيه نوع من الشفافية والمصدقية فلو حضرك تسمح لي أنا عندي سؤالين الجزء الأول متعلق بالحضرك قلته فأنا هحط نفسي مكان المواطن اللي بيوجه لحضرتك رسالة إن حواليه دلوقتي حاجات كتيرة جداً فيه زيادات في الأسعار وحاجات ملفات كتيرة فلو حضرك توجه له رسالة لإن مع الكلام اللي بيطلع بتطلع كتير من الشائعات بيكون فيه نوع من الكلام المغلوط البلبلة الحاجة التانية أو السؤال التاني هو توجيه سيادة الرئيس خاصة على وجه الخصوص وزير الشباب والرياضة بإن يكون فيه تقييم لأداء الفرق الرياضية والاتحادات الرياضية فرؤية الحكومة في هذا الملف وإزاي نقدر نستغل الجزء الرياضي في الترويج للمنتج السياحي الرياضي شكراً شكراً لحضراتكم خليني تاني حأكد لحضراتك ويمكن حالك بتطلبي إن أنا أوجه رسالة للمواطن وأنا حتكلم هنا كمواطن مصري بارتو إن يعني الظروف اللي إحنا كلنا أكيد كلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا عامل إزاي يعني أرجو من حضراتكم يبقى ده دورنا إن إحنا نقول للناس حجم التحدي الرهيب اللي النهاردة شايفينه في المنطقة وفي كل حتة في العالم ما فيش النهاردة بقرأ النهاردة في العالم إلا وبتعاني من مشاكل ومشاكل حدة وغير مسبوقة يعني أنا أنا حابب إن أنا أوضح هذه النقطة وبالتالي التحدي الأكبر النهاردة لأي حكومة هو كيفية الحفاظ على استقرار وأمان الدولة اللي هي مسؤولة عنها وكيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بأقصى قدر ممكن من الجهد وبأقل قدر من يعني أنا عايز أقول المعاناة للمواطن ولكن بالتأكيد الموضوع كل العالم النهاردة بيعاني وكل الدول على حسب مستوياتها في مشكلة وفي تحدي حتى الدول الغنية في عندهم تحديات كبيرة جدا 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 النهاردة عند المواطن اللي عندهم وبالتالي الموضوع مختلف من دولة إلى أخرى على حسب حجم الدولة وظروفها وكل الكلام وبالتالي إحنا كفى مصر هنا كل حرص الحكومة وتاني أنا بقولها بالتأكيد أنا مش سعيد إن إحنا يعني يحصل الزيادات اللي ممكن بتحصل في الأسعار ولكن أنا شرحتها أكتر من مرة على حجم الأعباء اللي الدولة بتشيلها وبنحاول بقدر الإمكان نضمن استدامة وقدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء ولكن في الإطار اللي إحنا نقدر نستوعبه ونتحمله وبالتالي لما بيحصل تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد إحنا ما بنبقاش سعداء بهذا الموضوع ولكن ما عندناش بيبقى خيارات أو بدائل غير إن إحنا نتحرك علشان نضمن استدامة تقديم الخدمات وتاني إن أنا بقول لحضراتكم لما خدنا قرار إن إحنا ما نقطعش الكهرباء تاني إحنا بنتكلم على أرقام كبيرة جدا 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 لازم حضراتكم بنبقى وأنا قلتها قبل كده إحنا بنتكلم في متوسط من 300 إلى 350 مليون دولار شهريا في ضوء الزيادات اللي بتحصل في الكهرباء نتيجة لنمو الدولة ونمو واحتياجات وبقى طبيعة الاستهلاك بهذا الشكل ده رقم مش قليل السنة الجاية حيزيد لإن إحنا توقعاتنا إن حتزيد الاستهلاكات فقدراتنا النهاردة إن إحنا بنعمل هذا الكلام بنحاول بقدر الإمكان زي ما وردت حضراتكم وزي ما عرضت حضراتكم يا دوبك جزء صغير من الدعم ده نحاول يعني يعني مضطرين نحمله للمواطن ولكن الجزء التاني ما زال الدولة هي اللي بتتحمله كل ده في ظروف وبالتالي كل يوم ممكن شيء يؤثر على الأزمة كلها يعني كل ده وإحنا النهاردة بنتحسب وإحنا بنقول يا رب ما زال سعر البترول زي ما هو ومستقر فلكن النهاردة المنطقة معروفة إن المنطقة دي من أهم المناطق على مستوى العالم في إنتاجية الزيت والبترول فلو لقدر لو حصلت فعلا حاجة شاملة وأكبر وابتدى يحصل تأثير على المنتجات البترولية ممكن يبقى شكل الموضوع عمل إزاي كل ده إحنا بنتحسب إليه ويمكن أنا اتكلمت في هذا الموضوع لما خدنا إجراء لتحوط والدولة عمل التحوط لحجم من المنتجات البترولية عشان نأمن لو لقدر الله حصلت زيادات نبقى إحنا عاملين نوع من التحوط لهذا الموضوع ما نحملش الدولة ولا المواطن بعد كده زيادات وأعباء إضافية فبالتالي كل اللي بطلبه في رسالتي للمواطن إنه في المرحلة دي اللي صعبة نرجو إن إحنا يعني لما بتجينا أخبار و سوشيال ميديا كل يوم فيها مش عايزة أبالغ مئات الأخبار يبقى بس بنفكر وينقعد كده يعني نقرأ هذه الأخبار ونشوف هنا استوعب هل الخبر ده فعلا منطقي هل هو معقول هل هو المقصود بي يعني بلبلة ولا هو خبر حقيقي لأن الكلام ده كله لما بنقعد بقى يعني بنجري وراء الأخبار دي وتبدأ تتشير وتتحول إلى حاجات كبيرة جدا بنبدأ إحنا كمان كدولة نبدأ بقى نشوف هنرد عليها إزاي ونتعامل معها إزاي فهتبقى يعني أنا أسف صراع إلى مالة نهاية لمجرد إن أنا بحاول أرد على شائعات وأكاذيب المواطن لازم يبقى واثق في هذه المرحلة إن إحنا بنبذل قصارى جهدنا عشان نتعامل مع الأزمات اللي كل يوم زي ما بقوله حضراتكم بيزداد فوقيها حاجة جديدة وأعباء جديدة على الدولة المصرية والتحديات وأرجو إن إحنا كلنا نتوقف عند نقطة مهمة جدا طب هو كل اللي بيحصل ده وكل الضغوط اللي بتحصل دي الدولة المصرية فيه وما هو المستهدف وكل اللي إحنا عايزين نوصله الدولة المصرية نحافظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وثبتها وقدرتها إن شاء الله إنها تعدي وربنا دايما بيبواقف معنا في هذا الشهر الموضوع الخاص بالاتحادات الرياضية ويمكن زي ما حضراتكم تتذكروا بعد نتائج الأولمبياد واللي إحنا كلنا بنأمل إن يبقى فيه تحقيق النتائج أفضل كان فيه توجيه من السيد الرئيس بإن يتعامل لجنة واللجنة دي تنظر فيه عمل تقرير بالفعل اتعمل التقرير المبدئي وبنان عليها كان هناك توجيه من سيد الرئيس لمراجعة كل الاتحادات الرياضية اللي كانت الحقيقة حتى تارجتس وحدها ولن تحققها بحيث إن إزاي إن إحنا ناخد إجراءات تنفيذية فورية للتعامل مع الخطط اللي كانت موجودة وإزاي إن إحنا يعني نستفيد من الدروس اللي حصلت ويبقى قدامنا خطة تنفيذية واضحة من خلال هذه التحدات بعد كده فيما يخص البطولات والليقول لهم بيات القادمة عشان يبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا وفي نفس الوقت التوجيه لمحاسبة المقصرين اللي يعني تبين إن مثلا لو كان فيه هناك أخطاء يبقى بيتاخد ضدها الإجراءات على طول وكل دي كخطوات إحنا هناخدها في خلال الفترة الجاية انتفضلي حضرتك وبعدها أنتو الاثنين جنبه طيب طيب هو الموضوع ده طبعا مش المفروض إن احنا نتكلم فيه بوضوحة لأنه ده أمن قومي ولكن طبعا إحنا كنا الحقيقة المجلس كان شغله الشاغل في هذا الاجتماع إن طبعا بنتدارس اللي حصل في لبنان وحضركم أكيد تابعتوا اللي حصل فيما يخص الاختراقات اللي كانت موجودة ونعرف بالضبط إيه اللي حصل بالضبط بحيث إن احنا كدولة برضو يبقى عندنا دروس مستفادة وإن احنا نأمن الدولة المصرية إلى أقصى قدر ممكن بحيث تكون إن شاء الله قادرة على التعامل على هذه النوعية من الهجمات هو ده اللي أقدر أقوله كعنوان عام لأن طبعا التفاصيل الفنية والشغل الفني ده موضوع ما نقدرش إن احنا نتكلم فيه ولكن طبعا هذا الموضوع بقى النهاردة جزء من الحروب اللي بتشن على مستوى العالم وعايز برضو حضراتكم أذكر حضراتكم أعتد دول تقدما وتكنولوجيا برضو هي كمان مش مؤمنة بنسبة 100% من الاستهداف من هذه النوعية من الهجمات وأكيد حضراتكم يعني كنا بنتابع على مدار الفترة اللي فاتت بعض الهجمات اللي حصلت في مناطق معينة وأذكر حضراتكم لما حصل شلل في مطارات يعني معينة وحضراتكم تتذكروا بالضبط اللي حصل في هذا الموضوع فالدنيا يعني هذه النوعية من الحروب بقت حروب قوية جدا وبتؤثر وبتؤدي إلى شلل في أجهزة الدول بصورة كبيرة جدا إحنا طبعا كان نبارح المجلس كل شغله إيه اللي حصل إزاي إن إحنا نتعلم من هذا الموضوع وإزاي يعني نضرق عن مصر هذه النوعية من الأخطار في خلال الفترة القادمة بإذننا فضل دولة رئيس الوزراء يعني وصيقة سياسة ملكية الدولة أحبين نعرف من حضرتك موقف تنفيذها حاليا والحكومة كان أعلنت من فترة على التخارج من بعض القطاعات هل هذه القطاعات أو هل هذا الأمر الحكومة جاد فيه التخارج من بعض القطاعات التي أعلنت عنها شكرا طيب تاني بنأكد لأن هذا السؤال حضراتكم سألتوا يمكن في المؤتمرات السابقة الدولة جادة كل الجدية في هذا الموضوع ولكن أذكر حضراتكم مش معنى أن أنا بأعلن هذا الموضوع وأجد أن الظروف غير ملأمة أو العروض اللي قدمت لي لبعض الأصول مش مناسبة وأروح قبلها لأن الهدف من الموضوع هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وبالتالي لما بيبقى أحيانا بنعلن عن بعض الأصول ونكتشف أن العروض اللي قدمت ليها ليست على المستوى المأمول أعتقد مش مقبول لنا كلنا أن احنا نكمل فيها لكن في نفس الوقت أذكر حضراتكم كان فيه يعني حصل استحواز على شركة منذ أسبوعين البنك المركزي أعلن أنه حيتم طرح المصرف المتحد في البورصة في خلال الفترة القادمة وبالتالي ده جزء كان من المستهدفات اللي كانت موجودة ولكن كان جايز التصور في الأول أن احنا حنترحوا المستثمر استراتيجي نتيجة لأن العروض اللي وجدت أو قدمت إلينا ما كانتش غير مناسبة كان التوجه أن احنا نترحوا في البورصة كطرح عام وبالتالي يدخل المصريين نفسهم في إطار الطرح العام هو دي التكتيكات والأليات اللي احنا بنشوفها وبنتعامل معها مع الأصول ولكن تاني بأكد الدولة المصرية حطر نفسها نفس المستهدف من نتحرك فيه بمنتهى القوة ولكن في نفس الوقت الظروف اللي احنا بنشوفها بتخلينا النهاردة أحيانا نتمهل أو نعادل أو نغير حتى الأصول اللي احنا بنترحى في هذا الشأن آخر سؤال ناخده من حضركم تفضل دولة رئيس الوزراء حدية كنت أعلنت إن الحكومة حدد حوالي خمس مناطق سيتم ترحها لتنميتها وتطويرها على ساحل البحر الأحمر منها طبعا على غرار ما تم في صفقة رأس الحكمة هل هناك صفقة يعني أقرب إلى التنفيذ ممكن حدية تدينا تفاصيلها وإذا كان فيه أرقام ممكن على الاستثمار فيها بوسرا فنم بالتأكيد لو في صفقة مش هنعلن عنها إلا لما إن شاء الله تكتمل زي ما خرجنا بصفقة رأس الحكمة ولكن اللي أنا بقوله لحضراتكم إحنا دولة كدولة في إطار التخطيط لعملية التنمية وتوسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات كبيرة يعني بنكلم على مدن فعلا انتخبنا خمس مناطق على امتدات ساحل البحر الأحمر والنهاردة الحقيقة بنجهزها لعمليات الطرح بالفعل في هذا الموضوع في طلبات قدمت بالفعل في عدد من الطلبات اللي قدمت ولكن إحنا ما بناخدش الموضوع بجدية غير لما بنبدأ ندخل في التفاوض وينتهي الأمور وبنيجي نعرضها على حضراتكم في هذا الشأن وبالتالي تأكدوا أول ما حيبقى إن شاء الله هناك شيء حيبقى قادرين إن إحنا نعلن عنه وحنعلن عنه في القريب العاكل إن شاء الله سيادة رئيس الوزراء يعني كانت خطوة مهمة جدا كانت خطوة مهمة جدا من البنك المركزي إنه ياخد الإجراءات فيما يتعلق بعملية طرح المصر في المتحد لكن خلال الأيام القليلة الماضية وأكيد وأنا عارف إن حضرتك بالتابع يعني سواء المواقع الإخبارية أو حتى السوشيال ميديا كان في حديث عن بيع حصة مصر في فودافون الشركة المصرية التي تتصالت في فودافون دي واحد هناك عروض مقدمة لإيجاز اللي هي الشركة القدر الغزاد يعني عروض إماراتية وسعودية هل ده ممكن يتنفس فعلا لأن دي استثمارات كبيرة استثمارات كبيرة يعني من الممكن إن هي تبقى حاجة كبيرة يعني لا تقل عن الشرقية للدخان لا تقل عن رأس الحكمة شكرا مرة أخرى يعني أنا عايز أؤكد لحضراتكم إحنا بنترح مجموعة كبيرة جدا من الأصول بننتخب الوقت المناسب ليها وبناء عليها بنتحرك ونعلن عن هذا الأمر أحيانا ليس من المناسب على الإطلاق إن أنا أقول أنا أنا أطرح الشركة الفلانية وبالذات الشركات اللي بتبقى في البورصة فما ما ينفعش إن إحنا نطلع ونقول إن إحنا حاليا في عروض وفي حاجة متقدمان في بعض الشركات مرة أخرى عندما يكون هناك جدية حقيقية إحنا بنطلع وبنعلن عن هذه النوعية من الصفقات ولازم نبقى كلنا حرصين إحنا نفسنا وده جزء من الوعي لنا كلنا أحيانا بيبقى مقصود من هذه التسريبات في بعض الأحيان معلش الإضرار ببعض الأصول بتاعت الدولة أنا بأكد لحضراتكم هذا الكلام بيبقى أحيانا بيبقى مقصود بهذا الموضوع وبالتالي لازم إحنا كمان تاني مرة أخرى نبقى واخدين بلنا وإحنا عمالين نتداول هذه النوعية نفكر ولو لرحظة هل الكلام ده ممكن يؤثر بصورة ضر على الدولة ولا لا فده اللي أنا بطلبه مرة أخرى مننا كلنا إن إحنا نبقى واخدين بلنا أحيانا بتبقى بعض النوعيات من الصفقات عشان تتحقق بأحسن حاجة وأحسن مصطحة للدولة وتوجه من الدولة الاستمرار في برنامج التروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول بتاعت الدولة أنا بشكر حضراتكم وإلى لقاء إن شاء الله لإسبوع القادم بإذن الله شكرا مشاهدين تابعنا مع حضرتكم المؤتمر الصحفي الذي عقضه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي عقب الاجتماع الإسبوعي للمجلس والذي أشار فيه إلى تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة التصعيد الذي يشهده لبنان وحرص الحكومة على الاستعداد لأي سيناريوهات محتملة كما تناول رئيس الوزراء انتظام لعملية التعليمية في المدارس وتطرق مدبولي إلى أزمة قطاع الأدوية مؤكدا على زوالها خلال الأسبوع القادمة رئيس الوزراء استعرض كبالك جهود الحكومة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر رئيس الوزراء تناول أيضا ملف جودة مياه الشرب وصرف الصحية مؤكدا على الإنجاز الذي حققته الدولة في هذا القطاع وأكد أيضا على سعي الحكومة لاستدامة قدرة الدولة على تحمل الأعباء وأن أي زيادات في الأسعار تطرق على المواطن تستهدف استمرار الخدمات اجتمع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق على همش أعمال الدورة التاسعة والسابعين للجامعية العامة للأمم المتحدة في نيورك بحث الوزراء مصر العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي تحضير لقمة ثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة تونانوال الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة كما آدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وأكدوا على أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة ودعا الوزراء المجتمع الدولية ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهم ذات الصلة لوقف الحرب وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التظاهر الذي سيكون له تابعات خطيرة على المنطقة برمتها أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا جويا واسعا بسلسلة غارات مستهدفا عدة قرى وبلدات بالجنوب اللبناني كما استهدف الطيران الإسرائيلي مرتفعات جبل صافي وامليتا وبلدات جيعوة عين بسوار وجرجوع في إقليم التفاح بعدة غارة جوية كما استهدف بلدات رومين بغارة مماثلة وطال القصف كذلك قرية المعيصرة الجبلية في منطقة كسروان شمال بيروت للمرة الأولى أعلن حزب الله لبناني خيامه بإطلاق الصاروخ باليستية من طراز قادر واحد استهدف مقر للمساد الإسرائيلي قرب تل أبيب وأوضح حزب الله في بيان له أن هذا المقر هو المسؤول عن اختيال القادة وعن تفجير البيتجرز وأجهزة اللاسلكي في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح سطح بعد رصده قادما من لبنان كما دوت صفيرات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة النتانية قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضبطات بمختلف مدريات الأمن لاستحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم في بداية العام الدراسي الجديد يأتي هذا تأكيدا على أن التضحيات آباءهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوما وسما على صهور جميع رجال الشرطة كأروع مثال في التضحية والفداء مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار الاهتمام بدعم أسر الشهداء وتوفير الرعاية لهم قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريهات لاستحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم على مستوى الجمهورية وسط ترحيب كبير من زملائهم في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة اليوم ده بيبقى مماز جدا عند الولاد بيبقى يوم مختلف لأنه هم بيشوث باباهم ودووا عنهم تاني كان مصطفى لا يرحمهم ومعبود وبيستحبهم بنفسه للمدرسة بشكر السيد الرئيس أنه هو الجباط يجوه ويوصلوني للمدرسة النهاردة أنا فرحت وددني حفز لي أن أنا أكمل وانجحا بإذن الله وأبقى نظامت زي بقى أمان عليك يا بويا وانت في الجنة ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي عشان أنا غصب عني تملي باتمان أقدمي من البيت على المدرسة وعملوية الحب كبير جدا في المدرسة وده شيء أنا فنفور به من وصورة الداخلية بشكر ست الرئيس عبد خاتح السيسي على اللمسة الجميلة ولمسة الوفاء للشهداء أنهم بيكرموا أبناء الشهداء أول يوم في الدراسة وهو حس قد إيه أن بابا لست موجود مش بابا بس وزارة الداخلية كلها كانت موجودة عشان تقول له نحن موجودين بدل بابا ونحن مش هنسيبك يعتز أبناء الشهداء وسط هذا التكريم وحفوة استقبالهم بالتضحيات آبائهم التي تعد مبعث فخر لهم بين زملائهم والقائمين على هذه المدارس كنت مبسوط جدا أن الزباط معايا ودخلوني لحد الفصل ما كنتش حاسس النهاردة أن أنا الواحد وسترني في ناس في ظهري وبيقضلوني عشانك أنت عشان بكرة عشان ناس جاية بعدنا عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروحة نفدتها ماذا الحب لللي ربك واللي أولي أمان عليك يا بويا وانت في الجنة ده بصراحة بيحصل كل سنة من أول استشهاد باباهم وده بيفرق معهم ضدا وبيدي للأولاد دعم كويس طول الدراسة يا شمس بلادي عمرك سنية ما تغيبي حكم من رحمتك يا حبيبي من بعدك تتقرر المشاهد الإنسانية لاستحاب رجال الشرطة لأبناء الشهداء إلى مدارسهم في كل المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد في لمسة إنسانية تؤكد على الرعاية والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء وأن التضحيات تظل خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه وتأكيدا على الدور الوطني الذي قدمه هؤلاء الأبطال لعزة الوطن ورفعته ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي عشان أنا غصب عني تملي باتمان يجيلك يوم يا إما أنت بقى جيدي أنا زيبك في إيد مصر اللي مش ممكن لا تنساني ولا تنسك وسدقني أحيب أشبار سنة الرئيس فعلى اهتمام دائما بأسر الشهداء لأبحث وبأرواحهم في ذاكرة الوطن شكرا جوزابر الداخلية وشكرا جوزابر الداخلية وشكرا جوزابر الداخلية حانا فادتها مدى الحضن اللي ربك واللي أواني أمان عليك يا بويا وانت في الجنة ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي النهاردة صحاب بابايا جميع وصلوني ودي أكيد حاجة تفرحني ومن وزارة الداخلية أحب أشكرهم جدا اللي عاعدة تشكرهم من طول اليوم مش هادر أعرف بعضهم والله بس أكيد طبعا فرحوهم لحاجة زي كده هم دائما بيفكروا فينا ومش نسينا خالص أنا وعدتك في وقت البعد كون جمدة وما ضعفش وغصب عننا بضعف لكن ما تخافش أنا هارف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي كون دائما تعوداً الفقير والبلي وصلني دائماً أول يوم عشان دي حاجة طبيعية بعد ذلك دلوقتي بقى زمنة زمنة فربي وما اللي بيقوا يوصلونا وقدر بحسري دائماً إن بوفيليسة وغوظة إنهم وعنزي واحد جد بهب أول يوم دا عشان أول يوم دا عشان أول يوم دا ما ينعم به الوطن من استقرار مع بداية عام دراسي جديد تم استحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم تقديراً لتضحيات آبائهم في سبيل تحقيق أمن واستقرار هذا الوطن وهو تقدير يعكسه مدى اهتمام وزارة الداخلية وتقديم الرعاية لأسر الشهداء عبدالله بركات التلفزيون المصري بهذا نصل لكم إلى نهاية النشرة ولا تبقى لنسوا التفكرة بأبرز العنوين رئيس الوزراء يعلن قرب الانتهاء من إعداد برنامج عمل الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان في بيان مشترك مصر والأردن والعراق تحمل إسرائيل مسؤولية تظاهر الأوضاع بالمنطقة وتحذر من قطورة استمرار التصعيد جنوب لبنان يأن من الغارات الإسرائيلية المتواصلة وحزب الله يتوعد بالرد ويستهدف مقر للموساد بتل أبيب مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكراً لكم إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة